تعد العاصفة الرعدية الدليل الاكثر اثانة على القوة التي اودعها الله تعالى في انظمة الطقس يمكن للتيارات العنيفة داخل بعض انواع الغيوم توليد طاقة تعادل الطاقة المنبعثة عن عشر قنابل ذرية تحدث العواصف الرعدية في غيوم طويلة وكثيفة تسمى الغيوم الركامية تحتوي هذه الغيوم على بلايين الجسيمات التي تحملها التيارات الداخلية باتجاه الاعلى والاسفل تتشكل بلورات جليدية في قاعدة الغيمة وتحمل الى الاعلى تهبط حبات البرد الاثقل التي تتشكل في الاعلى الى الاسفل وفي اثناء حركتها باتجاهات متعاكسة تصطدم هذه الجسيمات مع بعضها بعضا وتصبح مشحونة كهربائيا هذه الجسيمات المشحونة هي التي تسبب حدوث الرعد والبرق لذا عند توافر عدد كاف من هذه التضاغطات والتخلقلات ينشأ فرق جهد كبير بين الطبقات المشحونة بشحنة موجبة وتلك المشحونة بشحنة سالبة يكفي لحدوث عملية تفريغ كهربائي تسمى هذه العملية البرق الداخلي وهو احد اشكال البرق الكثيرة ولكن يحدث اكثرها اثارة عندما تنتقل الشحنات الكهربائية بين الغيمة والارض عندما تتجمع الشحنات الكهربائية سالبة عند قاع الغيمة فانها تجذب الشحنات الكهربائية الموجبة المتجمعة على سطح الارض تحتها وعندما تكون الشحنات الكهربائية قوية بدرجة كافية تنتقل الطاقة الكهربائية من الغيمة الى الارض وينتج عن ذلك وميض البرق المبهر وتكون كمية الطاقة الهائلة فيه مذهلة تكون كل حزمة من البرق اسخن من سطح الشمس ترافق حدوث البرق حرارة ترفع من درجة حرارة البيئة المحيطة الى 30 الف درجة سلسيوس مما يؤدي الى تمدد سريع للهواء يسبب صوت الرعد وبما ان الضوء ينتقل بسرعة اكبر من الصوت فاننا نرى البرق غالبا قبل ان نسمع صوت الرعد للبرق والرعد مظهر خلاب تحدث الفا عاصفة رعدية تقريبا عبر الكرة الارضية في الوقت نفسه